الشاعر محمد اسناني مرحبا الوو سهلا ماريكم شاعر القدير محمد اسناني هلا وسهلا فيك مرحبا بندر اخوي حياة كله مسعد الله مساكب كل خير الله يسعد مساكب كل خير بندر اخوي نشعليكم نشعلا ضيفك بالخير الله يمسيك برضا مرحبا خياءك الله يا جميل أبو تركي شاعر قدير زاملت رشيد الزلامي ورافقته خلينا نتكلم معاك عن رشيد الزلامي في لجنة التحكيم ومرافقتك له في لجنة التحكيم كيف كانت وكيف رأيتها أولا الله يرحم رشيد الزلامي ويغفر له في هذه التاعة تكنها الجنة إن شاء الله رشيد الزلامي هام مهما تحدثنا عنها لأنه فيها حقها رشيد الزلامي شاعر علم شاعر يمتلك من القدرة على توظيفة مفردة من لا يمتلكه جميع شعراء ساحة شعرية رشيد الزلامي في كل المزاملات سواء في لجنة التحكيم أو سواء في غيرها رشيد الزلامي رفقته سواء في لجنة التحكيم أو سواء في التقاط للحفلات أو سواء في التقاط للجلسات الخاصة رشيد الزلامي رجل يمتلك من الثقافة ويمتلك من الزلداء الشعري ما لا يمتلكه ويمتلك لهج في مسيرة الشعرية لم ينتهجه أحد في لجنة التحكيم كان الرجل منصف وكان الرجل يرى روية صعب يعني أن يتبنىها أحد رويته سواء في انتقاد الشعراء أو سواء في انتقاد الأبيئات أو سواء في استوجيه للشاعر رشيد الزلامي طال عمرك حالة انفرادية من الناحية الشعرية ومن الناحية النقدية ومن الناحية الأخلاقية ومن الناحية الرجلية في كل الأحوال رشيد الزلامي مهما تحدث عنه لأنه فيه حق في عشر دقائق أو ساعات رشيد الزلامي في أداءه الشعري صعب أن نجد من يقترب اقتراب وليس نقول من يمثل هذه الهامة ولكن نقول صعب أن نجد من يقترب من اسلوب رشيد الزلامي علمة رشيد الزلامي يمثلت في توظيف المفردة المستعلكة استطاعاته وان يزددها حتى لو كانت المفردة هذه جارية في نفط الطروب اللي قدامه في الملعبة لو كان هناك شاعرين في نفط الملعبة ولعبوا علاقاتها معينة واستخدمها رشيد الزلامي بعدهم في نفس اللحظة رايح نعم 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 ولم تطرق ولم تطرق نعم نعم رشيد الزلامي هاما من هاما شعر الجزيرة العربية صعب أن أحد يحل مكانها أو يقترب من الأسلوب اللي ثانية متركة هو رشيد الزلامي أنت عرفت في ميدان المحاورة دائما بالطرافة مع زملائك الشعراء نحن على وشك نهاية الحلقة إذا في مواقف طريفة معك مع رشيد الزلامي يلت تذكرها نايا أبو تركي وبشكل سريع والله طيب أيامك والله المواقف الطريفة رشيد الزلامي وجودك في أي لحظة من اللحظات وإي موقف من المواقف ولكن لا يحضرني شيئا حدث بني مبيناء محروم موقف الطريف ولكنني من خلال منظركم هذا أني أطالب أن يقام له حق تكريم رشيد الزلامي لأنه يستحق أن يقام له حق تكريم وتقليد الذكراء بالتأكيد شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا أبو تركي شعر القدير شكرا محمد السناني